رشي منها شوية كده بسيطة على العتبة وقت الغروب وقت الغروب رشي منها حاجة بسيطة للتخلص من السحر والحسد اللي موجود في بيتك للتخلص من المشاكل للتخلص من العكسات وللتخلص من جميع المشاكل اللي تخصك مهما كانت مهما كانت حتى لو كان سحر كبير جدا معمول لك من شخصة تعرفيه علشان تتخلصي من كل ده لازم ترشيها على العتبة كده وقت الغروب تعالوا مع بعض نشوف هي ايه دي وازاي سهلة وبسيطة جدا 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 وازاي هتم لبيتك رزج بسببها وبعدها على طول هتبشري بخبر لا يمكن كنتي تحلم بي السلام عليكم معكم قناة روحانية ست البيت اتنين النهاردة هنرش حاجة بسيطة على العتبة وهترشيها وقت الغروب وقت غروب الشمس يعني وهترشيها بنفسك وهترشيها جدام عتبة بيتك انتي او شجتك انتي حتى لو كانت الاقدام عليها رايحة جاية انت عايشة وسط جرانك انت عايشة وسط اهل جوزك رشيها ومحدش هياخد بالو انت رشي ايه اصلا بس هترشيها حب كده بالشكل ده طيب دي لايه دي للتخلص من الحسد والتخلص من السحر والتخلص من المشاكل والعكسات اللي موجودة في البيت والتخلص من ازيط شجار والتخلص من اه العقد والتخلص من كل شيء طبعا اه ده بيختلف او المكان اللي احنا هنرشه النهاردة ده بيختلف عن الحبة السودة لو بيختلف عن اه حبة البركة حبة البركة اه طبعا اه معروفة انها بنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا للحسد وللكلم ده لكن الحبات دي اللي احنا هنرشها دلوقتي دي غير حبة البركة خالص شكلا ومضمونا تمام اه ومش بتترش للحسد فقط دي للحسد والفك السحر والفك العقد والفك اه اه موضوع يعني اه اه معنديش قبول في موضوع كتير كل ما بمشي في موضوع بيتجفل ومش عارفة وايه والكلام ده يخصك يخصك اه كل الكلام ده ايا كانت الامور تخص زواج تخص اسرة تخص عيال تخص يعني بصي كل اللي اي شيء يخص الموضوع ده وبتلاقي ان فيه عقد 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 او مشاكل او بتتجفل اصلا من قبل ما يعني تقولي كلمتك او من قبل كده وما فيش حاجة بتتم او الكلام ده فلازم ترشيها اه وقت الغروب وقت الغروب مهم جدا 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 نختم يومنا وده لان طبعا وقت الغروب بيكون هو خلاص الشمس بتودعنا وخلاص بتغرب عنينا علشان يبدأ بجاء الفترة المسائية او فترة الليل ففي الفترة دي او في الوقت ده يعني اكسري ما بين الغروب والليل ما بين الشمس بتغرب وخلاص هيجي هيجي من الليل اكسري في النص في النص اكسري الوقت ده بان انت ترشي من الحبات دي دي الفلفل الاسود الفلفل الاسود ده في ناس كتير ما تعرفش جيمته وما تعرفش هو بيستخدم لايه غير طبعا ان احنا مستخدمهم مش عارف ايه وللاكل والكلام ده بس الحبات بتاعته دي بتساعد البيت او بتمنع الحسد من البيت وبتمنع العكسات من البيت وبتمنع السحر وبتمنع المشاكل نهائيا وبتمنع كمان موضوع عدم القبول وبتمنع اللي هو انا ما عنديش قبول ما عنديش محبة بيكرهوني اللي حواليها في دايما مشاكل دايما بيحطوني في مشاكل دايما المشاكل بتيجي عندي من غير ما اجرب لها دايما مش عارف ايه وكل الكلام ده اللي احنا في غنى عنه فهتيجي وقت الغروب او تكسر ما بين الغروب وفترة الليل وتبدأ ترشي من الفلفل الاسود على الاعتاب واحدة واحدة تمام ومن الحاجات اللي رشها بيزيد البيت خير وبرك والله العظيم يعني خديها مني كلمة الفلفل الاسود يوم ما بترشيه على او جدام بابك والله العظيم والله العظيم بيخلي بيتك في بركة انت نفسك مش متخيلة بتلاقي نفسك لو فيه موضوع كده تجفل او موضوع هتتبشر بي او فيه بإذن الله بالخير هتلاقي بعدها ولو ليك فترة ما عملتيش او مثلا عملتي وبعد كده اهملتي ومرشتيش والكلام ده هتلاقي انك اول ما بتعمليها فيه بشارة خير مفيش يعني يوم كده يعدي الا ما فيه بشارة خير ليك في موضوع اللي كان على بالك ولا على خاطرك كده وانتي ولا مدياله خلاص انتي فقدت الامل فيه يعني بصي بتلاقي بيتك البركة والرزق دايما مالي بيتك وفيه بركة من اجل شئ يدخل او فيه بركة من اجل حاجة تدخل من جلاله كتير وهيدخل بيتك الكتير اكتر من الجلال يعني بصي هتلجي في بيتك من رزق الخير لمال لبركة لكل شيء كل امورك او حاجاتك اللي عايزاها او اي واحدة فينا عايزاها في البيت هتلجيها من غير تعب ومن غير مجهود ومن غير ما تفكري من قبل ما تفكري في الحاجة حتى لو كانت الامور دي مش مجرد اكل وشرب ولبس لا حتى لو الامور دي امور مثلا يا ربي الموضوع ده مثلا كذا فكرت فيه من هنا والله العظيم هتلجي حل وهتلجي ان الموضوع بيجي لحد عندك ويتم باذن الله لمجرد ما ترشي الفلفل اسود والتاني مرة بقول لكم هو في الفيديو ده غير حبة البركة خالص ده غير الحبة السودة خالص ده الفلفل الاسود العادي بتاعنا الحب هترشيه على الاعتاب وقت الغروب او في الفاصل ما بين الغروب والليل تمام جدامك طبعا الوقت واسع وتقدر تعمليها في اي وقت